قبل الفاصل كنا مع الاخ العزيز سيد اسماعيل اللي احنا امطلعنا من رسالته تلت مشاكل الام الصدر النهجان سرعة ضربات القلب كل رسالته ضارت حوله كده انا لمته انه مادي نشطة فصيل عنه لا وزنه ولا سنه ولا طوله ولا عنده سكر ولا لا ولا عنده ضغط ولا لا ولا بيشتغل ايه كل ده اخفاه لكن برضو هنجاوبه نبدأ بآلام الصدر اي بني ادم يقول اي يسأل ستة اسالة اي بني ادم الاي يعني الم يسأل ستة اسالة على فكرة ما بيجيبش العيان العيادة غير حاجتين يجيبهم المستشفى او العيادة بسرعة كلمة بسرعة دي مهمة جدا حاجتين الدم والألم الدم والألم دول يجيبوه بسرعة جدا انها مسلا واحد مصدع تلاقي جايلك بعدها بتلات اربعة خمس اشهر واحد عنده انتفاخ يجيلك بعدها بسنة انما الالم والدم بيجيبوه العين بسرعة جدا لقى دم في البول على طول على الدكتور دم في البراز رجع دم كح دم كل ده بيخليه يجي اسرع من احد فده ألم الالم بيخليه يجي للطبيب بسرعة جدا اي عيان يقول اي اي موجوع يسأل ستة اسالة اول سؤال مهم جدا اين الالم ده اول سؤال ده مهم جدا 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 اين الالم انت بتحس الواجع فين يا سيد في عيانين ينرفزوك مش سيد طبعا ما يجزعه بسيد في عيانين ينرفزوك انت الالم فين يقول لك هنا في الحتة دي كده بياخد من اول رقابته لحد كرقبته يقول لك انا عندي الالم في حتة دي طبعا انا مطلعش بحيوه خالص طب نتغلب على عند ازاي نتغلب عليه ازاي يقول له شاور بصبع واحد شاور بصبع واحد الوجع هنا يقول لي لا اصله ما يجيش بصبع اقول له شاور بكف ايدك لنا طرق اقدر اعرف الالم فين يبقى السؤال الاول عن الام الصدر اين الالم شاور بكف ايدك هنا شاور بصبع واحد هنا خلاص دي سهلة جدا 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 نمر اتنين نوع الالم ايه يقول لي مش فاهم هو الالم انواعه اللي اطبع بقى حرقان زي سكينة زي طوبة قاعدة على سدري ما يقول لي ده الالم بيبقى لازم تقول لي نوع الالم ايه كان عندي ست مرة بسألها نوع الالم ايه قالت لي عارف الالم الدورة الشهرية قلت لي هعرفه ازاي حاجة هعرفه ازاي لكن احنا بنسهل على العياج نقول له مثلا ايه طوبة حاجة تقيلة على سدرك سكينة ضربك حموضة ما هيجايزة على شكل حموضة يبقى السؤال التاني الهم جدا نوع الالم ايه السؤال التالت المهم جدا بيقعد ايه والله ما فيه القلم زي التاني في السؤال ده طب بيقعد قد ايه تلت دقائب لا بيقعد 14 ساعة لا يا دكتور ده بيعد عندي بثلت ايام ده حاجة وده حاجة وده حاجة يبقى السؤال التالت الهم جدا بيقعد قد ايه السؤال الرابع المهم جدا 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 ايه اللي بيجيبه ايه اللي بيجيبه اما اشوف قطة اما اشوف حماتي اما اطلع سلم اما اكل اما ايه اللي بيجيبه السؤال اللي بعدين الخامس ايه اللي بيوديه طب انت القلم جهال حولت انك تضيع القلم ده يقولك اه خدت قرصه تحت لساني ضيع القلم رجعت راح القلم كنت طالع سلم وقفت راح القلم كنت بقول محاضرة وجالي القلم وبطلت اتكلم راح القلم بس سؤال الخامس المهم جدا 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 ايه اللي بيضيع القلم السؤال السادس والاخير بيسمع فين القلم بيسمع فين اه ده بيجيلي هنا ويسمع في كتف الشمال بيجيلي هنا ويجفة سمع في كتف اليمين بيجيلي هنا ويسمع في نفوخي بيجيلي هنا ويسمع في ظهري واحد فين القلم ولا ننسى كلمة استعين بكف ايدك او صباح واحد اتنين شكل ايه تلاتة ايه اللي بيجيبوا اربعة ايه اللي بيرجعوا خمسة بيقعد قد ايه ستة بيسمع فين على نهاية السؤال السادس تسعين في المية من المرضى بنبقى شخصناه فالولد اه اه اصدقى الاخ السيد اسماعيل قال عندي قلم هل سؤل هذه ستة اسئلها هل سؤلها هو قال لي بطريقة مش منظمة ساعتي يجي مين وين الشمال ويجي شمال وين اليمين بس ده ما بيسمع فين ما نعرفش بيقعد قديه ما نعرفش ايه اللي بيجيبه ما نعرفش طب ايه اللي بيوديه ما نعرفش كل اللي قاله ألف صار ده حتى شكله ايه ما نعرفش يا ترى يا سيد يا اسماعيل ده طوبة ولا ده حموضة ولا شكشك الدبابيس كل واحد من دول تشخيص مختلف تماما تماما ممرة اتنين منهج منهج ده النهجان ده عرض في منتهى الاهمية قد يكون النهجان من القلب قد يكون النهجان من الرئة قد يكون النهجان من الغشاء اللي حول الرئة قد يكون النهجان من الحجاب الحاجز مرتفع شوية قد يكون النهجان من البط قد يكون النهجان من عضلات التنفس قد يكون النهجان نفسي ما فيش نهجان ولا حاجة ده هو نفسي ما قالش اي تفاصيل عن النهجان فألم في الصدر مع نهجان ده ألم الصدر ممكن يكون من شرين تيجي هل شرين تيجي دي نهجان لو كانت عضلت القلب تأثرت يعمل نهجان طيب ودقت القلب يوم ما تولدنا كلنا كلمة ده قلته قبل كده مرة محدش حس دقات قلب خلص ده بذاكرتك لكن الواقع انك حسيته الواقع انك حسيته يوم ما تولدت لو فاكر لو انت فاكر حسيت دقات قلبك لكن بصرعة جدا 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 تأقل